بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد التفاؤل والأمل والاستبشار هو النور هو الحياة من غير أمل وتفاؤل ما فيش حياة وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل طيب ما الذي يدعوني إلى الأمل والتفاؤل يدعوني إلى الأمل والتفاؤل إن معايا ربنا إلا على كل شيء قدير يا أخي معك ربنا القائل والله غالب على أمره دمعك ربنا إلا على كل شيء قدير أصل إن كانت لك حاجة وليس لك قدرة فإن لك ربا له قدرة وليس له حاجة يا أيها الناس أنتم الفقراء أو الهتاني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحبيد فالذي يدعوني إلى التفاؤل أن لي يا رب اسم الكريم العظيم إلا على كل شيء قادر قدير مقتدر الذي يدعوني إلى التفاؤل إن ديني دين التفاؤل وديني دين البشائر عارف يعني إيه البشرة؟ أقول لك خبر حلو فتفرح فتبني الفرح على بشرة وجهك وبشر المؤمنين وبشر المحسنين إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فدينك دين البشائر له دين الحزن دا أبداً دا ربنا يقول لك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذ يقول لصاحبه لا تحزن يقول لا تبتأس إني أنا أخوك فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فناداها من تحتها ألا تحزني الله ما تزعلش أبداً أبداً دينك دين الفرح دينك دين السعادة دينك دين البشائر رقم ثلاثة الذي يدعوني إلى الأمل إن اليأس من أقوى وأمضى أسلحة الأعداء لو يأس المريض من الشفاء تخيل لو يأس الطالب من النجاح تخيل لو يأس الجندي من النصر اليأس من أقوى وأمضى أسلحة الأعداء وليس من أخلاق المؤمنين إنما هو من أخلاق الكافرين لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون لا تقنطوا من رحمة الله تقنط الزاي لما الملف يدئ عليك ارفعوا لربنا لأن حال المؤمن يقول لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لخالق الرازق ما شاء يفعل بي أحاط بعلمه من قبل تصويري تذكر جميلي مز خلقتك نطفة ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشاء وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء لا تدبر لنفسك أمرا فأولي التدبيري هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك ويسلم تسليما الذي يدعوني إلى الأمل إن سيدنا النبي صانع أمل فكروا كده في حياة سيدنا النبي هات لي لحظة لم يكن فيها أمل ده راجع من الطائف آزوه الدماء سائلة من رأسه ومن قدميه وملك الجبال يقول له وطبأ عليهم الجبال قال له لا فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يقول لا إله إلا الله أحاطوا بالغار من كل مكان وسيدنا أباكر ويقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا انقطعت الأسباب لم ينقطع الأمل في مسبب الأسباب يا أبا بكر لا ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا تخيل أنت عامل دراستك لكل حاجة وعند النهاية بالضبط لقيت الموضوع مش ماشي تقول أنا عامل حسابي أنا واخد بالأسباب أنا عملت كل شيء لا خالص انسى بقى الأسباب وارفع وجهك لمسبب الأسباب هو ده عندها يأتي النصر فسيدنا النبي صانع أمل رقم خمسة الذي يدعوني إلى الأمل الصورة مش كاملة ممكن أن أنت بتطلبه ده يكون شر فمنعه الله عنك خالص الصورة مش كاملة ممكن اللي انت شايفه شر يكون هو الخير واللي انت شايفه خير يكون هو الشر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا انت بسمع أب بيحب ابنه خير ولا شر من وجهة نظرنا خير أتى بالشر ترمى في البير غلام مرمي في البير مهدد بالموت خير ولا شر شر أتى بالخير تأتي سيارة يذهب إلى بيت العزيز شاب يربى في بيت العزيز معزز مكرم كأنه ابن العزيز نفسه خير ولا شر خير جمد جدا أتى بالشر ترمى في السجن شاب مرمي في السجن ظلما وعدوانا خير ولا شر شر جمد جدا أتى بالخير صار عزيز مصر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الذي يدعوني إلى الأمل إن الأنبياء صناع أمل تخيل واحد عدى المئة سنة وما خلفش وزوجته عاقر إيه رأيك يخلف لا والله ومع ذلك ربي هب لي من لدنك زرية طيبة واحد مرمي في حوت وفي قلب البحر من قطعش الأمل في الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه هينجيك برضو محتاجين الأمل علشان تهدأ النفوس وتطمئن القلوب محتاجين الأمل لأن الأمل بيزود المناع الإيمانية محتاجين الأمل أبشر وبشر بشر الليل بصبح صادق بشر المهموم بفرج قريب بشر المنكوب بلطف إلهي خفي إذا رأيت الصحراء تمتد فاعلم أن وراءها حدائق خضراء إذا رأيت الحبل أشتد فاعلم أنه سوف ينقطع مع الدمعة بسمة ومع اليأس أمل ومع التعب راحة ومع الغضب رضا فإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسراء يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بريت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لمرء حيلة فيما قضى الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله الله يحدث بعد العسر ميسارة لا تجزعن فإن الكافي الله اللهم آمين شكرا جزيلا